إعادة العمل بقرار حظر تجوال جزئي ولدى ارتياحا كبير لدى أهل صالح الدين خصوصا وإن المعطيات تظهر أن أزمة كورونا ستطول لهذا لابد من التفكير في أبعاده الاقتصادية والمجتمعية الزميل أحمد صالح الدين صلى تضوء على هذا القرار وأعد لنا تقرير أتالي للوعي الصحي أهمية كبرى في الحفاظ على سلامة الأفراد ضد المخاطر وهو يهدف إلى غرس القيم السليمة التي تخص الصحة ويساعد في خفض مستوى الإصابة بالأمراض داخل المجتمع من خلال اتباع العادات الصحية السليمة والتخلص من العادات الضارة بصحتهم مما يساهم بشكل كبير في الوقاية من الأوبئة وبالتالي العمل على تحسن معيشة الأفراد بحياة خالية من الأمراض ونظرا لزيادة الوعي عند المواطنين وتحديدا فيما يخص المواجهة الشرسة ضد كورونا وأهمية القضاء عليه والحد من زيادة رقعة انتشاره هذا الأمر دفع بخلية الأزمة في محافظة صلاح الدين إلى التخفيف من إجراءات الحظر المفروض وجعله حظرا جزئي لكي يمارس المواطن حياته اليومية بشكل طبيعي ولكن مع ضرورة التزامهم بالإرشادات الصحية والوقائية المتسبعة من خلال لبس الكمامات والكفوف والتقيد التام بمقررات خلية الأزمة بالمقابل محافظي صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل رئيس خلية الأزمة ترك تقدير الموقف العملي لرؤساء الوحدات الإدارية بشكل يومي ومراقبة الوضع العام كل حسب رقعته الجغرافية وضمن قاطع مسؤوليته ومتابعة الحالات إذا كانت بانخفاض أو ارتفاع وفي إثر ذلك يتم تمديد الحضر أو جعله جزئيا لكن المرتكز الأساس من هذه المعركة هو تعاون المواطن مع الجهة الصحية والأمنية إذا ما أردنا العبور بسلام نحو بر الأمان وعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي